مميزين جداً في المورة عمل مباراة كويسة جداً وكننا عندهم أفضلية طول المباراة حينما كنا حتفرجنا عليها وتفرجنا على حوالي مطشين تانيين مع مازينبي وتفرجنا على مطش في الدورة بالنسبة لهم فرقة قوية مش عاوزين نبالغ في القوتها لكن بنقول فرقة مميزة لتحترم فرقة بطل برضو في بلدها من أفضل تاني أفضل فرقة هنا في الدورة يعني انت عارف مع يانج هم مميزين جداً عندهم جماهير كبيرة جداً ممكن عندهم النهاردة برضو ودي كانت مفاجأة بالنسبة لنا فرقة عندهم حضور جماهيري ممكن مطش حوالي 30 ألف متفرج بيديهم طبعاً قوة بيديهم دفعة لكن اعتقد الحمد لله ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله وانساعدنا ان شاء الله اللي احنا نعدي بباراة كويسة بإذن الله خلينا ناخد الاختيار الأصعب يعني درجة الحرارة كده وممكن نحن الحمد لله برضو عندنا أربعة أيام الحمد لله يقدر اللعبة تعمل تكايف كويس عشان جينا بادري يعني راجل كده الراجل عندهم الخبرات في أفريقيا ما شاء الله يعني بيقدر يحضر كويس للمباريات لكن اعتقد طبعاً درجة الحرارة طبعاً صعبة ممكن صعوبتها عشان احنا جايين من برد بس لحرارة عالية جداً مع رطوبة عالية جداً لكن ده قدرنا وده قدر اللعبة النادي الأهلي انت تلعب في كل الظروف وكل المستويات وان شاء الله اعتقد اللعبة ان شاء الله على العهد دايماً وان شاء الله ترد جمهورنا وتحقق ان شاء الله نتيجة يا جباي بإذن الله